مفهوم الديمقراطية في العراق يختلف عن باقي الدول كيف يختلف الموضوع يحتاج إلى بعض التفاصيل الكل يعلم أن الانتخابات هو جزء من هذا المفهوم الكبير وأن احترام نتائج الصندوق والقبول به هو قمة الفهم الديمقراطي لكن هذا خارج العراق مو يمنى لأن مع كل عملية انتخابية لا يتم الاحتكام للنتائج والتجارب السابقة والحالية خير دليل على ذلك بالمقابل المشهد السياسي يزداد تعقيد ويبدو أنه لا انفراجة تلوح في الأفق فبعد مبادرة السيد عمار الحكيم للخروج من الأزمة السياسية أشعل السيد مقتدى صدر المشهد ببيان صحفي ناري اليوم دعا من خلاله الأطراف السياسية التي تريد المشاركة بالحكومة إلى تلبية بعض النقاط أبرزها هل كافة الفصائل المسلحة وتصفية الحج الشعبي من العناصر المسيئة ومحاسبة من لديه شبهات فساد من السياسين فما بين المبادرة التي رحب بها الإطار التنسيقي وبيان السيد مقتدى يقف الجميع لمتابعة الوضع العراقي ومراقبة بيان المفوضية للنتائج في الأسبوع القادم ورصد كل الأطراف خاصة المعترضة التي تعودنا عليها التصعيد أيام الخميس والجمعة أمام بوابات الخضراء